استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهشمية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة أخيه جلالة الملك الأردني مشيدا بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أخوة ومودة ومصير مشترك كما أكد الرئيس السيسي على أهمية استمرار التنصيق والتشاور بين الجانبين خاصة في ضوء ما يجمعهما من توافق في الرؤى والمصالح وفي ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة وصرح متحدث الرئاسة أن العاهلة الأردنية عرب عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا وترحيب الأردن بالمستوى القائم للتنصيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة مشيدا بالدور المصري لمصر في خدمة القضايا العربية وجهودها للتعزيز التضامن العربي وأضاف متحدث الرئاسة أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أو جهو التعاون الثنائي خاصة ما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري ترجمة نانسي قنقر